هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا ورد أبو ظاهر موضوع حلقت اليوم هو هوس السرقة أو المعروف بالكليبتومانيا السرقة هي شي موجود ونحنا بنسمع فيه دايماً بس إمتى السرقة بيصير اضطراب نفسي؟ هوس السرقة هو اضطراب نفسي موجود بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية وهو اضطراب بالسيطرة على الانفعالات بتتطور في عدم الإدراء على مقاومة الرغبة بالسرقة يعني الشخص بيكون عنده رغبة بالسرقة مش قادر إنه يتحكم فيها والسرقة ها وقت بتكون لأشياء هالشخص مش بحاجة لقلع أو حتى ما عندها إيمي فهو مش عم يشترق هيدا شي لأنه بحاجته أو لأنه هيدا شي ممكن يردله أي مردود مادة مهم أو كبير وبكتير محلات هالشخص من بعد ما يقوم بهيدا السلوك بيحس بالزنب أو بيعرف إنه شي اللي عم يعمله هو كتير غلط وهو إنه الشخص ممكن يرجع ويرد الغلط يلي هو سرقه أو حتى ممكن يكون عم يتبرع فيه فهو عم يعمل خير من الشي اللي سرقه أو حتى ممكن يرجع ويدفع حقه فمن هون منشوف إنه الشخص عم يعمل هيدا السلوك فقط لأنه هو ما قادر يسيطر على هيدا الرغبة بإنه هو يسرق هيدا الغلط تحديدا بما إنه هالإطراب موجود بالدليل التشخيصي والإحصائي للإطرابات فالعوارد تبعه أو طريقة التشخيص تبعه محددة لأكيد إنه ما حدا بيقدر يعمل هيدا التشخيص إلا خصائي نفسي عيادة أو طبيب نفسي بس رح نعرض بعض الأمور يلي هي بيبحث علي الشخص يلي عم بيقوم بهيدا التشخيص أول وحدة هي الفشل المتكرر بمقاومة سرقة الأشياء يلي شخص مش بحاجة لأله أو ما عنده هيدا الإيمي المضافة لأله ثانيا هي زيادة الشعور بالتوتر قبل ارتكاب السرقة مباشرة يعني شخص بيحس إنه هو كتير موتر كتير ما زعوج إنه في شي لازم يعمله بس إنه ما عم يعمله فعم يشد نفسه ليعمل هيدا السلوك ثالثا هو شعور بالمتعة أو الإرضاء أو الراحة وقت الشخص بيرتكب هيدا السلوك وكأنه هيك بيحس إنه وأخيرا كأنه كان في عن جد شي كتير عم بيشده لهيدا السلوك وبس عمله ارتاح بالإضافة لهيدا الشي مفروض السرقة ما تكون مستخدمة للتعبير عن غضب فأنا معصب من حدا بسرق منه شي أو للانتقام من حدا فأنا مزعوج منه فبس لانتقم كمان بكون عم بسرق ومش الشخص عم يريد على وهم أو هلوسات مش الشخص عنده أي اضطراب خليه يكون عنده أي وهم أو هلوسة خليه يسرق هيدا الشي هاي من أبرز العوارد ياللي ممكن يبحث عنه الشخص لما بده يشخص بهواس السرقة هلا دايما لما بنحكي عن أي اضطراب دايما بيجي السؤال تب شو السبب؟ السبب لهلأ مش واضح والدراسات بعدها عم تبحث لتفهم شوي أكتر ليش هيدا السلوك بيصير مع أنه في نظريات مختلفة منها بتقول أنه ممكن هيدا الشي يكون بيرجع لطفولة الشخص وخسارة معينة هو تعرض له فعم بعود بهيدا الطريقة دراسات أخرى بتقول أنه ممكن يكون النتيجة هي شعور باللذة هيدا شعور باللذة والراحة للشخص أخدها لما قدر ينجح أنه هو يسرق أو حتى لأنه ما تعرض لأي تدعيات سلبية يعني هو سرق وما حدا حسبوا على هاي الموضوع فهيدا الشي بعزز الرغبة بأنه يرجع يعمل هيدا السلوك من جديد النقطة الثالثة ممكن تكون بيولوجية فكتير محلات وكتير دراسات بتبين بس بعد ما أثبت هيدا الشي 100% أنه ممكن يكون فيه مشاكل بالدماغ أو بطريقة تفاعل بعض الهرمونات بدماغ الشخص أو الطريقة اللي الدماغ عم يشتغل فيها بتأثر على عدم الإدراع على أنه أنا وقف هيدا السلوك أو هيدا السعي بأنه أعمل السلوك ممكن يكون فيه دايما هيدا الرغبة بأنه أنا بدي حس بهيدا اللذة يلي حسيتها وقتها سرقت فكل هيدولي ممكن يكونوا عوامل عم تلعب دور بس ما فيه أي شي مثبت أنه هيدا سبب هوس السرقة وهون بنجي للأسال طيب قديش شائع هيدا الموضوع المهم نعرف أنه تقريبا 5% من الأشخاص يلي بيتوقفوا هنا وعم يسرقوا ممكن يكون عندهم هيدا الاضطراب فهو من أحد الأسباب يلي ممكن يقدو أنه الشخص يتوقف بتهمة السرقة عامة هيدا الاضطراب شائع أكتر عند الإنس فنحنا منشوف بين كل 3 أشخاص عندهم كليبتومانيا 2 منهم هنه إناس بمجموع الناس هو موجود بنسبة 0.3% ل0.6% فعلى قد ما هو يمكن مش كتير كتير شائع بس هو موجود وممكن حاولنا يكون فيه أشخاص عندهم هيدا الاضطراب أمتى هالاضطراب بيبين؟ بيبين تقريبا بالسنين المراهقة بس هو هيدا شي كمان مش سابت ففيه أشخاص ممكن يبلش عندهم بالطفولة فيه أشخاص ممكن يبلش عندهم بأعمار أكبر أو حتى بنوادر الحالات ممكن يبلش لما الشخص بيكون بعمر فوق الستين فما في شي سابت أو واضح بعد بالكليبتومانيا بس واضح أنه ممكن بمعظم الحالات يظهر بالمراهقة وهون بنوصل لسؤال إذا نحنا كأفراد فينا نتفادى أنه يصير عندنا كليبتومانيا فعلما أنه الأسباب مش معروفة فنحنا ما منقدر أنه نتفادى هيدا الموضوع أو نعمل وقاية منه بس اللي منعرفه أنه نحنا كأشخاص قادرين نتعامل مع هيدا الاضطراب لما منعرف أنه موجود هو شي بيبقى معنا لكل الحياة بس نحنا بالعلاج ممكن نكون عم نسيطر على هيدا العوامل أو على السلوكيات طبعنا لهيك ما بيعود هالاضطراب بيسبب لنا مشاكل أو بيسبب لنا توقفات بحياتنا كتير مهم نعرف أنه هيدا الاضطراب ما أنه شي فينا نعالجه لحالنا مش أنا اليوم بقرر بدي عالج هيدا السلوك بوقفه لا هيدا السلوك بيحاجة للجوء للمختصين لأنه بيحاجة أوقات لعلاج نفسي وأوقات لأدوية وأوقات للاثنين مع بعض والهدف منه هو أنه نحنا نعالج المحفزات لحتى نقدر نسيطر على السلوكي اللي شخص عم يعمله عامة يستخدم العلاج السلوكي المعرفة لعلاج هوس السرقة وهيدا النوع من العلاج بيساعد المعالج يعلم الشخص كيف يوقف السلوك الضار والإدراك عن أسبابه أو أمتى هو بيحس بده يعمل هاي السلوك لحتى يقدر نسيطر عليه أو يعرف كيف يتحكم فيه من التقنيات اللي ممكن تستخدم هي تقنيات السرخاء بتعلم الشخص إنه يتحكم بالرغبة بالسرقة أو ممكن كمان يكون بإنه نحنا نساعد الشخص إنه يتخيل نفسه هو عم يسرق ومن بعد عم بيواجه عقوبات سلبية مثل الاعتقال مثلا فهيدا الشي بيخليه يربط هيدا السلوك بنتيجة سلبية فبيكون هاشي عم بيوقفه من القيام بهيدا السلوك ببعض الحالات ممكن يصير فيه وصف لأدوية لحتى الشخص يقدر يتعامل مع هيدا الاضطراب وبما حالات كتير ممكن يكون موجود مع اضطراب آخر فعلاج الاضطراب الآخر ممكن يساعد بإنه نحنا نخفف عوارد هيدا الاضطراب بحد ذاته الاضطرابات اللي منشوفها مع الكليبتومينيا ممكن تكون اكتئاب ممكن تكون اضطراب الوسويس القهري أو غيرها من الاضطرابات بس هاي اكتر اتنين تذكر لما نحنا بنحكي عن الكليبتومينيا لما الشخص بيحس انه هو هيدا السلوك ما بقى عم بيعمله مش يعني منواقف العلاج هيدا نقطة كتير مهمة وكتير اساسية لانه كتير اشخاص بيفكروا انه اوكي خلاص ما بقى عم بحس هشي بواقف لا هيدا علاج لازم يكفي لانه احتمال الانتكاس موجود لهيك دايما لازم ننتبه على السلوكيات اللي نحنا عم نعمله سؤالين كمان حبي جاوب عليهم اذا انا عرفت انه عندك لبتومينيا كيف بقدر اتعامل مع الموضوع اولا كتير اساسي انه نحنا نلجأ للاخصائيين نعرف انه هيدا الشي مش بيدنا فمش انا انسان سيء انا هيدا الشي ما عم بقدر سيطر عليه او اتصرف معه بطريقة مناسبة فاللجوء للاخصائيين كتير مفيد تانيا لما بروح هذا الاخصائيين كون صريح عن جد وضح شوشي اللي عم بيصير معي وانا كشخص كيف عم بيصير معي القصص معين وكيف عم بتعامل معه هيدا الشي بيساعد المعالج انه يساعدني اتعامل مع المشكلة بوضوح مش انه انا عم بخبة خوفا من حكم اي شخص علي لانه الاخصائي ممفروض يكون عم يحكم علينا فهيدا الشي بيساعدنا نحل المشكلة بطريقة مناسبة اكتر واخيرا اكيد نكون عم نتابع العلاج يلي بينعطانا يليه لانه متابعة العلاج جدا اساسية اخيرا وليس اخيرا اذا انا عرفت انه في حدا عنده كليبتومانيا وعم لاحظ هيدا السلوك على الشخص كتير مهم انه نبحث عن طريقة لنفتح الموضوع مع الشخص الاخر لانه الشخص على وعي انه اللي عم يعمله هو غلط بمعظم الحالات الاشخاص اللي بيكون عندهم هو السرقة هنه بوعيين انه انا ما لازم اسره بس هو مش قادر يسايتر على هيدا الرغبة فكتير مهم انه ما نحكم على هالشخص ونحكي معه بطريقة انه نوجهه للمساعدة للمساندة للعلاج لحتى يقدر هالشخص يتعامل مع هاي المشاعر السلبية اللي عم تكون نتيجة عدم الادرة على السيطرة على هيدا الرغبة وهيك بتكون خلصت هيدا الحلقة منتابوا وهيدا نوع جديد من الحلقات حابة انه نبلش فيهم بال2023 نحكي فيه عن اطرابات موجودة بس مش واسعة كفية لحتى نحنا نعملها حلقة كاملة وطويلة مع اخ الصاي اتمنى تكونوا حبيتوا اذا حبيتوا خبرونا لحتى نعمل اكتر من هيدا الحلقات نتعرف اكتر على اطرابات موجودة بس مش شيئعة مثل اطرابات اخرى كتير منحكي عنهم وكتير منسمع عنهم شكرا كتير لكل يلي سمعوني ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انتستغرام لارسل اسئلتكن فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي باي